الحمد لله صفات ربنا كثيرة صفات كمال عظيمة والله عز وجل قدير وعندما يرى المسلم ما يفعله المجرمون بإخواننا اليوم في العالم فإنه يتذكر أن الله ينتقم وأنه يمكر ويستدرج والانتقام هو العقوبة قال الله تعالى إن من المجرمين منتقمون وقال إن الله عزيز ذو انتقام وقال ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقال إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فالله يقسم ظهورهم وينكل بالجنات ويشدد العقاب على الطغاة وذلك بعد الإعذار والإنذار كم أخذ الله أفرادا وأمما على مر التاريخ كم مدينة خسف الله بها أهلكها كم حضارة أبادها الله كم قال تعالى وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين أين حضارة الرومان أين حضارة اليونان أين حضارة الفينقيين أين حضارة الحامورابيين أين حضارات الفراعنة أين وأين بادت ذهبت وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير مدن باقي منها أعمدة البتراء باقي منها بعضها باقي منها البركان لما طغى على البلد وصارت الجثث محفوظة داخل الرماد البركاني كالقوالب كالقوالب الجبسية تحيط بالجثث ومن أظلم ممن ذكر بآياته ثم أعرض عنها إن من المجرمين منتقمون والأساليب الإلهية في الانتقام متعددة فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة كقوم عاد أرسل الله عليهم الريح العقيم ومنهم من أخذته الصيحة كقوم صالح ومنهم من خسفنا به الأرض كقارون ومنهم من أغرقنا كفرعون وهامان وجنودهما وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وقوم شعيب عذاب الظلة صواعق صواعق تأتيهم من أعلى وقوم لوط اجتمع عليهم أنواع من العذاب هم وقوم شعيب أنواع من العذاب الحجارة من سجيل والصيحة وجعل عليها سافلها وطمسنا أعينهم الغالب أن الظالم تعجل له العقوبة في الدنيا وقد قيل أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم أقرب الأشياء صرعة الظلوم وأنفذ السهام دعوة المظلوم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخل له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم والله يمهل ثم يأخذ ضرب رجل أباه وسحبه إلى مكان فقال الذي رأاه إلى ها هنا رأيت هذا المظلوم قد ضرب أباه وسحبه إليه أعيد نفس المشهد إن ربك لبن مرصاد فجانب الظلم لا تسلك مسالكه عواقب الظلم تخشى وهي تنتظر وكل نفس ستجزى بالذي عملت وليس للخلق من ديانهم وطر والله يمكر بالمجرمين ويكيدهم ويستدرجهم فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون يأخذهم بالتدريج منزلة بعد منزلة يعطيهم من النعم فيزدادون طغيانا فتزيد العقوبة يغرقون في النشوة واللذة فيكون الأخذ مفاجئا فتكون المصيبة وقعها عليهم شنيع جدا العقوبات الإلهية تتسم بالسرعة والمفاجئة والقوة فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء تقنية أجهزة زراعة أمطار قوة جيوش أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة بغتة هذه فيها سر عظيم فإذا هم مبلسون ولا يحسب أن الذين كفروا أن ما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين وفي الحديث الصحيح إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب يعطيه ما يحب هذا العبد يعطيه فإنما هو استدراج قال قتاد بغت القوم أمر الله وما أخذ الله قوما قط إلا عند سكرتهم وغرتهم ونعيمهم فلا تغتروا إنه لا يغتر بالله إلا القوم الفاسقون والله يدبر للأخذ ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين فتلك بيوتهم خاوية هذه ديار ثمود ديار ثمود ديار عاد بالأحقاف ديار ثمود التي تسمى مدائن صالح وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينَ ديار قوم لوت ماذا بقي مكانها بحيرة منتنة إن كيدي متين قوي شديد وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد سيعلم الظالمون حق من ظلموا إن الظالم ينتظر العقاب والمظلوم ينتظر النصر أما والله إن الظلم لؤم وما زال المسيء هو الظلوم إلى ديان يوم الدين نمضي وعند الله تجتمع الخصوم ستعلم في الحساب إذا التقينا غدا عند الإله من الملوم نرى ما يعانيه إخوانه الآن في الشام في العراق في أماكن في العالم إخواننا في بورما الروهنجا لكن إن ربك لب المرصاد وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَنَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مُوْعِدَةِ وَلَا تَحْسَبَنَّا اللَّهَ غَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إنما يؤخرهم اليوم تشخص فيه الأبصار وبعض الناس إذا رأى الظالم يتمتع ويمرح ويبغي ويطغى ويدمر ويقتل ويخرب وينتهك الأعراض ويقيم المجازر الوحشية والمذابح ويشرد ويستولي على ممتلكات الضعفاء والمظلومين يقولون ما صالوا شيء لأنهم يستعجلون سيحدث له لكننا نستعجل لكننا نستعجل الظلم ظلمات وبئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد ولا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي نسأل الله أن يجيرنا من الظلم أهله وأن ينصر المستضعفين من المسلمين وأن يهلك الطغاة الجبابرة المجرمين وأن يعجل بالفرج إنه أرحم الراحمين فاصل قصير ثم نعود